شفت اكبار ملاش تاتين لازمة؟ ما شفتش؟ تعالا ما احمد بتقول انا بطلع على التيك توك عشان نكسب علاقات مش فلوس والهدية اللي بتجيلي دي من باب الزكاة ودي سماية الخشاب على ستر المسلسل بتاعها بسانت شاوي اتربيت على التحدث باللغة الانجليزية ولما متكانق في البيت بنبارطن بالانجليزي وديش يرجين اقلق بالحجاب مينو بيقول مبدأ الرجالة بتاع الست للبيت مش عندي انا عندي نخرج ونصر سوى ونلبس احلى لبس اللهم اصلى على النبي احمد اسوبكي قال ياسمين صبري عارض علا يتعمل معايا فيلم بدون اجر وكمان قال ان ياسمين صبري متشلش نص فيلم حتى رطحت نخواطر دايا عم احمد وفي في عبده في حبر سري قلت لولادي اللي ماموت سيبوني يومين قبل الدفن عشان تتأكدوا اني ميتة فعلا عمد اسوبكي بتقول طالي خطف عارضي عشان عايزي تشير على قفايا وشرين رضا بنتي نور اتخطفت من غير انا وابوها ومش بنصف عليها كتير عشان الفلوس ما تبوزهاش عمر اديب نفسي اعرف تعمل مليار دولار لكنها موظف وفشل جدا في التجار واحلام بتقولي شيرين زين ساو عمر دياب حزبي الله ونعم الوكيل وعيد مسكوني ودي انتفها اللهم ان كان هذا سحر فبطلة انت عايز ايه احلام من شيرين رضا واحمد عز الرياضة عندي علاج نفسي مش بلعبها عشان يبقى عندي عضلات وامشي على البحر بزيت وشيرين رضا بتقول عمر دياب هفضل حوالي نسوان وانا مسميه من نسوان لان اللي تجي وقراجب بالاسلوب ده تبقى نسوان وستات مش بحترمة ومرام علي فرامس جاب من الاخر فيه رجالة كتير عيتيني تجوزوني وبرفضوا تي مين يا بنتي احنا اول مرة نشوفك